أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ونفاذ وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق خلال لقائه وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا بابيا بيريز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شدد عبد العاطي على ضرورة الكف عن الممارسات التي تستهدف إدخال المنطقة في حلقة مفرغة من المواجهات والتصعيد مشددا على رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية كما أعرب عبد العاطي عن قلق مصر البالغ من التصعيد الخطير بجنوب لبنان بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية مؤكدا تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق ترجمة نانسي قنقر